السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم بارك الله فيكم معكم الأستاذ زكية الشعلة في موهبة المستوى الثالث أيضا بإشراف الأستاذة ليلى السلطان مع الطلاب والطالبات المبدعين والمبدعات طبعا في هذا الاختبار التجريبي طبعا مرت علينا كثير من الأسئلة وحبينا أيضا نذكر أولادنا وبناتنا بهذا الحل أيضا في موهبة الآن بالنسبة للسؤال الأول ذكر علينا في السؤال الأول إذا كان مستطيل طوله 20 سانتي ومحيطه أيضا 60 سانتي فما مقدار مساحته بوحدة سانتي متر نعم الطالب سطام قال 200 خلينا نجرب الآن علشان نحلها بطريقة سريعة هذا مستطيل وقال لنا أنه طول المستطيل 20 قال المحيط 60 يعني معناه هنا أيضا 20 صح يعني الطول 20 إذن هنا 20 و20 إذن يصير العرض كم يصير 10 و10 مزبوط صار المجموع 60 ما مقدار مساحته أروح أضرب هذا المقدار 10 ضرب 20 الجواب كم يصير يا أولاد يا بنات الجواب 200 بسيط جميل جميل يلا السؤال الثاني عملية جنب أروح أجم 34.95 لازم هنا أرتب الفاصلة بجنب الفاصلة ترتيب عمودي وأرتب إذا جمعنا الآن في هذه المسألة تكون الإجابة فقرة مين فقرة جيم رائع جميل إذن جمع الأعداد تكون الإجابة فقرة جيم يلا السؤال الثالث كم عدد الزوايا الحادة هنا كم عدد الزوايا الحادة مر علينا هذا السؤال عدد الزوايا الحادة هي كم يصير 10 زوايا حادة إلى هذه المعين جميل يلا السؤال اللي بعده سؤال أربعة جميل أي الأشكال التالية هو الشكل المختلف مر علينا هذا السؤال أيضا يكون الشكل المختلف الإجابة هي مين سؤال أربعة الإجابة تكون فقرة دال اللاحظ أنه هو الشكل المختلف تكون الإجابة فقرة دال رائع جميل يلا الصفحة اللي بعدها طبعا يعطيني قطعة وهذه القطعة أقراها طبعا إذا كانت طويلة أني أقرأ المقدمة أسوي لها باحث أقراها بعيني وأروح أجاوب على الأسئلة التالية هنا هذا هو السؤال المقصود بالصناعة البداية ما هو المقصود بالصناعة البداية أنها صناعة إيش قديمة لا تصل للهدف بالسرعة المطلوبة إذن تكون الإجابة فقرة دال رائع يلا السؤال اللي بعده حط علامة صح إذا كانت صحيحة وخطأ إذا كانت غير صحيحة وصححة الخطأ السؤال التالي إذا ذكر لنا تعتمد السفن الحديثة في سيرها على ماذا الإجابة تكون الإجابة فقرة دال جميل الإجابة فقرة دال رائع جميل أحسنتم يلا السؤال اللي بعده سؤال سبعة أيضا في نفس القطعة عطاني السؤال التالي قالين الفكرة المركزية الأساسية للناس هو عبارة عن ماذا؟ سؤال سبعة الإجابة تكون فقرة ماذا؟ فقرة بيء صحيح صناعة وتطور السفن على مر العصور جميل يلا ناخد السؤال اللي بعده سؤال ثمانية عطاني إذا وضع قلم في ثقب العجلة ثم دارت على سطح سين فأي الأشكال لدينا سيكون سطح خلف العجلة؟ ما هو الشكل المناسب إذا دارت هذه العجلة؟ سؤال ثمانية الإجابة طبعا الإجابة فقرة دال جميل أحسنتم يلا ناخد السؤال التاسع السؤال التاسع ما العدد المفقود في السلسلة؟ اثنين وثلاثة وخمسة وثمانة وثلاثة عشر هنا نلاحظ المرة الأولى زاد واحد المرة الثانية زاد اثنين المرة الثالثة زاد ثلاثة بعدين زاد أربعة بعدين نزيد كم؟ خمسة ثلاثة عشر ما خمسة الجواب كم يصير عندي؟ الإجابة تكون في سؤال تسعة الإجابة الإجابة فقربة أوه لأنه جمع سوري إذن هذه طريقة المتتابعة غير صحيحة إلا إحنا مثلناها تكون بطريقة مختلفة إذن غير صحيحة لأن ثمانة زايد أربعة ما يطلع علينا ثلاثة عشر فإذن هنا عبارة عن جم اثنين زايد ثلاثة يطلع خمسة ثلاثة زايد خمسة الجواب ثمانية خمسة زايد ثمانية الجواب ثلاثة عشر ثمانية زايد ثلاثة عشر لتكون الإجابة واحد وعشر إذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة بي أحسنت يا صدام بالموجة بنجمع جميل جميل يلا السؤال إلا بعد سؤال عشرة يتسع صندوق إلى أربعة ونصف كيلوغرام من التفاح يستطيع سامة أن يقطفها في ساعة ونصف كم كيلوغرام من التفاح يحتاج سامة لتعبية عشرة صناديق من النوع نفسه يلا ما هي الإجابة عندي كم الآن عندي أربعة ونصف كيلوغرام ونبغى نعبي صناديق نروح نضرب فقط أربعة ونصف ضرب عشرة صناديق الجواب كم يصير عندنا الجواب خمسة واربعين إذن تكون الإجابة فقرة جيل حلو حلو جميل 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 يلا السؤال اللي بعده سؤال 11 الآن السؤال اللي بعده سؤال 11 ما هي العلاقة بين الماعز والجدي مثل العلاقة بين الماعز والجدي مثل العلاقة بين أيضا مثل العلاقة بين الأرنب ومين مثل الأرنب ومين والخرنق والخرنق صحيح لأن الخرنق طبعا لأستاذة ليلى رسلت لكم بالأمس أسماء الحيوانات وأولادهم وبيوتهم وأيضا تستفيدوا منها علشان يسترعتكم معلومات إذن بين الأرنب والخرنق إذن بين الأرنب والخرنق جميل يلا السؤال اللي بعده سؤال 12 يلا سؤال 12 قال لنا في سؤال 12 المر بأصغري وهما ما هي المر بأصغري سؤال 12 المر بأصغري يكون بماذا بالقلب واللسان جميل المر بأصغري إذن القلب واللسان يلا لبعده السؤال سؤال 13 الطنين ماذا يعني الطنين سؤال 13 الطنين ماذا يعني الطنين معنى إيش؟ معنى النحلة وهو صوت طنين الطنين يعني صوت مين؟ صوت النحلة جميل صوت النحلة يلا سؤال 14 الآن سؤال 14 المرادف لكلمة مزولة أو مزولة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن بوصلة مين؟ هذا عبارة عن البوصلة تكون الإجابة فقرى جيد تخيل لو فقدت الأرض قمرها فمن الذي سيحصل؟ فمن الذي سيحصل؟ سيكون هل يكون هناك مد وجز؟ لا هنا فلن يكون هناك مد وجز إذن تكون الإجابة فقرى دال جميل يا سلام عليكم يلا سؤال اللي بعد سؤال 16 سبق السيف العذل هذا المثل لماذا؟ مر علينا قبل شواء قال له بالأمس مر علينا يعني من تعجل في عمل ثم يتضح خطه فيندم فتكون الإجابة فقرأ سؤال 17 إذا كانت سين ضرب سين يساوي صاد وسين زايد سين يساوي صاد فإن صاد كم تساوي هنا كم تبقى قيمة سين وصاد هنا علشان لابد يكون عندي عددين متشابهين أروح أسأولي بالتجريب لو جربت إن لو جربت إن سين واحد واحد ضرب واحد يطلع واحد حلو واحد زايد واحد يطلع اثنين أوه ما طلع متشابه إذن سين لا تنفع أن تكون واحد نجرب اثنين اثنين ضرب اثنين الجواب اربعة اثنين زايد اثنين الجواب كم أيضا اربعة طلع نفس الناتج اربعة جميل إذن قيمة صاد تساوي كم اربعة جميل أحسنتم أحسنتم جميل جميل ما شاء الله عليكم جميل ممتازة يا نور السلمان يلا اللي بعدها السؤال رقم 18 في عام 1420 كان عمر نورا ثلاثة امثال عمر لمية وفي عام 1424 كان عمر نورا مثلي عمر لمية كم عمر من كم عمر نورا في عام 1435 هنا أروح أسوي بالتجريب أسهل لكم ويكون أسهل في حل الإجابة بدل ما أسوي معادلة طويلة يتكون عندكم سوي بالتجريب هنا خلينا أروح أجرب أن عمر نورة 18 سنة لو أنا جربت عمر نورة 18 سنة قال لنا الآن إذا عمر نورة 18 سنة في سنة 1438 الآن هنا خلينا أركز إياكم في عام 1420 كان عمر نورة ثلاثة أمثال يعني أشيل عشر سنوات من عمر نورة علشان يصير في عمر في سنة 1420 يكون ثلاثة أمثال عمر لمية إذا نشيلها بصير لنا الإجابة خلينا أسأل لكم جدول الجدول ممكن يساعدكم أيضا في عمل في الاختيارات إذا هنا نسأل جدول ونقدر نختار إذا هنا عمر إذا هنا جدول حتى نعرف كيف طريقة الآن عدنا هنا نورة هذه عمر نورة المطلوب وعدنا عمر لمية لازم نبغى يتحقق مين تتحقق المسألة إذا كان عمر نورة ثمنطعش يلا في سنة الف وربعمية وثلاثين الآن في عمر في عام الف وربعمية وعشرين يعني نقص كم سنة نقص عشر سنوات يعني صار عمرها عشرة يقولي بكون عمر عمر نورة ثلاثة أمثال عمر لمية يعني هل الآن العشرة تقبل على ثلاثة إذا قاللنا ثلاثة تمثال هل تقبل على ثلاثة إذا قسمناها طبعا ما بتقبل على ثلاثة لأن طلع لنا عشرة هنا لكن في عام الف وربعمية واربعة وعشرين أيضا الف وربعمية واربعة وعشرين كان عمر مثلي يعني إذا نقصنا ست سنوات يعني بتكون عمرها اثنى عشر سنة مثلي ممكن بس هنا ما بتقبل إذن الإجابة فقر ألف غير صحيحة خلينا نجرب لـ 22 يلا نجرب لـ 22 نجرب 22 في سنة 22 كان عمر نور 22 سنة الآن في 1420 نقص 10 سنوار صار كم عمرها 12 سنة هل تقبل القسمة على ثلاثة ثلاثة تمثال الـ 12 هل تقبل على ثلاثة نعم تقبل على ثلاثة في سنة أيضا في سنة 1424 يعني أروح أشيل 6 سنوات الإجابة كم يصير عندي 16 هل 16 تقبل القسمة على 2 لأنه مثلي نعم تقبل القسمة على 2 إذن تكون الإجابة في هذه المسألة فقر مين فقر جين يعني بالنسبة للأعمار سوي إليكم جدول يسهل عليكم حل المسألة إذا عملت جدول يسر حل المسألة يعني ما هو عمر لمياه لو طلب مني الآن ما هو عمر لمياه بالنسبة لهين ثلاثة أمثال يعني في سنة 1420 عمر لمياه أربع سنوات صح وفي سنة 1424 عمر لمياه مثلي لأنه قال كم يساوي ثمان سنوات صح وفي سنة 1430 بيكون عمر لمياه أرباطعش سنة هذا بالنسبة إلى الجدول حتى أنه نستطيع أن نطبق نلاحظ أنه عمر نورا ثلاثة أمثال عمر لمياه وعمر نورا في سنة 1424 مثلي عمر لمياه فإذا كم يبلغ عمر نورا في عام 1430 صار عمرها 22 سنة يكون أسهل لكم في عمل الجدول يلا السؤال السؤال اللي بعده سؤال 19 حسب البيانات التالية حسب البيانات الموضحة على الرسم فإن قيمة ألف جيم ب ماذا يساوي يلا انتبهوا الحين ألف جيم ب الريد هذه الزاوية شوفوا لاحظوا هذه الزاوية ألف جيم ب ماذا تساوي طبعا بالنسبة لهذه الزاوية اللاحظ عندي هنا زاوية خارجية إن أربع سين يساوي مجموعة الزاويتين الداخليتين الغير قريبتين يعني بتساوي 50 زائد من اثنين سين صح؟ نقول إذن 50 زائد اثنين سين يلا أبغا وجد قيمة سينة الحين أنقل الاثنين سين للجهة الثانية فبيصل لنا أربع سين ناقص اثنين سين الجواب يصير خمسين أقسم أقول أطرح الآن إذن اثنين سين يساوي 50 أقسم على اثنين إذن قيمة سين تساوي 25 إذن أنا وجد قيمة سينة الآن 25 إذن نقول أربع ضرب 25 هنا أربع ضرب 25 علشان أبغى أوجد كل الزوايا هنا بنوجدها الآن أربع ضرب 25 الجواب كم صارت هنا 100 يعني هنا بصير قيمة الزاوية ثمانية ليش لأن علشان هنا زاوية مستقيمة هنا زاوية مستقيمة إذن تكون مجموحة 180 درجة فالإجابة في هذه المسألة سؤال 19 تكون 80 درجة واضح يلا السؤال 20 ناتج ضرب ما يلي يلا الآن تعرفوا هذا بالأسس كم طلع لكم هنا علشان أوجد الناتج لازم أحل علشان يصير أسهل لنا لازم أحل يلا ما هو الناتج هنا طبعا ناقص زين هنا ناقص وليس يساوي ناقص يا أولاد هنا ناقص وليس يساوي ناقص وليس يساوي يلا الحين 32 أس 2 ماذا يساوي أحللها بيصير لي خمسة أس أقول عفوا بيساوي لنا 2 أس كم أس خمسة بيصير 2 أس 5 يلا نضرب 5 ضرب 2 يطلع لنا 10 إذن صارت لنا هنا 2 أس 10 ضرب والأربعة أس أربعة منحللها عبارة عن 2 أس 2 ونضرب قوة قوة 2 ضرب أربعة الجواب كم صار ثمانية حلو ناقص ثمانية هذه بيصير عبارة عن 2 أس ثلاثة الاثنين والثلاثة كله والستة نضربهم الآن ثلاثة ضرب ستة الجواب كم صار ثمان طعش هنا في عملية الضرب نجمع الأسس 10 زائد ثمانية الجواب كم صار ثمان طعش ناقص 2 أس ثمان طعش الآن نفس العدد نفس المقدار إذن الإجابة كم تصير يا أولاد يا بنات الإجابة فقرة ألف الإجابة صفر الإجابة صفر واضح حللنا القيم في عملية الضرب جمعنا الأسس بعدين طلع ليني نفس القيمة وطلعنا الجواب صفر جميل يلا السؤال إلا بعده الشكل يوضح التفاح سقطت على الأرض في أي من المواضع التالية دائما الارتفاع إذا كان هناك ارتفاع يكون في جاذبية أرضية وإذا ما في ارتفاع لا تؤثر التفاع على الجاذبية العرضية في أي موضع في أي من المواضع الثلاث تؤثر الجاذبية العرضية هنا لاحظ أن التفاح وقعت هنا على الأرض إذا كانت على الأرض إذا لا يوجد ارتفاع يعني الارتفاع صفر يعني الجاذبية الأرضية صفر فإذا بتكون الإجابة هنا الإجابة مين الواحد وثلاثة صير الإجابة فقرابة لأنه ما دمو من رقمين مواضح صير الترقيم الإجابة فقرابة إيه هو المفروض هنا هنا كم عندي واحد وهذا كم هنا اثنين لو ثلاثة إذا كان اثنين يعني فبيكون واحد واثنين الإجابة واحد واثنين لأنه إذا كان فيه ارتفاع يكون مصحيح يا سطام كل ما كان فيه ارتفاع تؤثر الجاذبية الأرضية صح وإذا لا يوجد ارتفاع إذا كان الارتفاع زيرو لا تؤثر الجاذبية الأرضية صح إذن تكون في هذه المسألة لو حتى ممكن فيه خطة في الاختيار الإجابة تكون فقراء صحيح الإجابة واحد واثنين وليس واحد وثلاثة إذن تكون الإجابة واحد واثنين لأنه يوجد ارتفاع يلا السؤال إلا بعده سؤال اثنين وعشرين سؤال اثنين وعشرين سؤال اثنين وعشرين سؤال اثنين وعشرين في الفترة من واحد صفر إلى خمسة صفر يعني من واحد إلى خمسة وكل مرة يزيد كم؟ ست موزات يعني متتالية موجود إذن ست موزات كم عدد الموزات التي أكلها في خمسة صفر كم عدد الموزات التي أكلها في خمسة صفر هنا أولاً أروح أوجد الحد الأوسط القيمة الوسطى لأن هنا عنده خمسة أيام صح؟ الخمسة أيام أبغى أروح أوجد القيمة اللي في الوسط هنا كم القيمة الوسطى علشان أنقص وأزيد ستة هنا عنده خمسة أيام أروح أقسم عشرين قسمة كم؟ أقول مئة قسمة كم؟ قسمة خمسة المشكلة مخي يسبق لساني يطلع الجواب على طول معذرتين نقول مئة قسمة خمسة الجواب كم يصير؟ الجواب يصير عشرين إذن العدد اللي في الوسط هنا يكون عشرين يلا الآن أزيد خمسة أقول أزيد ستة وأنقص ستة يلا الآن ست موزات قبل وست موزات إذن العدد اللي في الأوسط عشرين إذن قبل عشرين بستة كم يصير؟ أرباطعش بعد عشرين بستة يصير ستة وعشرين قبل أرباطعش بستة الجواب يصير ثمانية ستة وعشرين معه أيضاً زائل ستة الجواب كم يصير؟ اثنين وثلاثين إذن هذه الخمسة الأيام هذه الخمسة الأيام اللي كان كل يوم يزيد ست موزات الآن قال لنا كم عدد الموزات التي أكلها في خمسة صفر يعني في اليوم الآخير كم عدد الموزات التي أكلها في اليوم الآخير؟ كم؟ كم الجواب يصير؟ اثنين وثلاثين موزة واضح؟ بسيط؟ أولاد يا بنات بسيط؟ واضح المسألة؟ يلا السؤال إلا بعده سؤال ثلاثة وعشرين إذا قمنا بتسخين كمية من الهواء فإن هذا يؤدي إذا سخننا الهواء ماذا يؤدي؟ إلى نقصان الوزن وزيادة الضغط جميل هذا طبعا في العلوم جميل يلا السؤال أربعة وعشرين الجدول التالي يبين السعرات الحرارية لبعض أصناف الطعام برقر وخبز وبور وشيدر هذه طبعا السعرات الحرارية اللي موجودة هنا عدد السعرات لكل مئة جرام انتبهوا هنا سؤال لكل مئة جرام السؤال التالي إذا علمنا أن السعرات الحرارية اليومية الطبيعية للإنسان هو ألفين سعر حرارية إن الإنسان مفترض أنه يتناول بمقدار ألفين سعر حرارية أكل شخص مئتين جرام من جبل شيدر ومئتين جرام خبز أبيض وتسعين جرام شوكولاتة فإن عدد السعرات الحرارية التي اكتسبها كم؟ خلاص إذا نضرب قيمة الإجرامات بماذا؟ قيمة الإجرام نضربها بعدد السعرات يلا الحين عندي مئتين جرام جبن وين الجبن الشيدر عندي؟ أربعمائة وعشرين إذن هنا أخليها تقريبي يكون أفضل لكم أيضا تقريبي أربعمائة وعشرين ضرب هنا أو مادم بسيطة أيضا ضرب مئتين إذن ضرب مئتين جرام لأن هنا كل مئة جرام أربعمائة وعشرين إذن بصير مئتين جرام ثمانمائة وكام وأربعين أكل مئتين جرام خبز أبيض أروح للخبز الأبيض هنا الخبز الأبيض أضرب أيضا بمئتين أوه هنا بصير كم الآن الإجابة إذا ضربنا أربعمائة وعشرين جرام أوه هنا ضرب اثنين يعني مو ضرب مئتين ضرب اثنين سوري لأن مرتين لأن مئة جرام ونبغي مئتين يعني نضربها بمرتين يعني مئتين يعني نضربها باثنين وهنا نفس الشيء بعد أيضا نضربها بكم باثنين لأنه مئتين جرام مئتين جرام إذن الإجابة كم يصير سبعمائة وثمانين جرام لأنه هذا تمثل مئة جرام وهو طلب منه مئتين جرام وتسعين جرام شوكولاتة تسعين يعني أقل من المئة اللي هوين الشوكولاتة يعني تقريبا إذا أقل من المئة أقدر أضربها بتسعين على عشرة إذا أنا أبغى بالضبط يعني أروح وجدها أضربها بالضبط نقول تسعين على مئة يعني تقريبا لو ضربناها بواحد تقول نفس الشيء تقريبي يعني تقريبي المئة تسعين جرام تقريبي إلى مئة جرام علشان ما تتخربها كم عدد السعرات أروح أجمحها هنا صفر إذن ستعاش وأيضا خمسة عش ستعاش مع خمسة تقريبا ألفين ومئة وستين هنا الأقرب الإجابة في هذه المسألة الإجابة فقرمين وفقرجيم فقرجيم لأن هنا ما نقصنا ما وجدنا تكون الإجابة فقرجيم صح نضربها بتسعة ونقسم على عشرة ونقسم على هنا يعني لأن هي تسعين نشيل الصفر مع الصفر وهنا نختصر شيل الصفر مع الصفر وأضرب التسعة في أربعة الجواب ستة وثلاثين وأيضا تسعة في خمسة أربعين مع ثلاثة ثلاثة وأربعين يعني أربعمائة وستة وثلاثين أجمحهم يعني بيطلع لك الإجابة فقراجيم واضح الفكرة يلا ناخد السؤال خمسة وعشرين وطولنا شوية بس علشان نخلص الأسئلة التجريبية يلا سؤال خمسة وعشرين الرسم البياني التالي يبين الارتفاع الذي قفزه أربع أولاد خالد وقفز أعلى مسافة إذن أروح أكتب أمام أعلى مسافة هذا خالد حلو وقاسم قفز أقل مسافة إذن هنا أيضاً قاسم حلو وأيضاً حمد قفز مسافة أطول من يوسف إذن هنا حمد وهنا أيضاً يوسف إذن أسجل المعلومات على البيان على الرسم البياني كم تبلغ المسافة التي قفزها يوسف كم تبلغ سؤال خمسة وعشرين كم تبلغ نلاحظ أن يوسف كم تبلغ فقرة بها وهي مئة سانتي متر جميل جميل يلا سؤال إلا بعده سؤال ستة وعشرين علاقة المدخنة بالدخان مثل مين هنا يخرج من المدخنة دخان إذن سؤال ستة وعشرين ويخرج من النافذة ماذا؟ الريح إذن تكون الإجابة فقرة ألف جميل يلا سؤال سبعة وعشرين يذهب ياسر مشياً على الأقدام عصر كل يوم خميس هنا ما هي الإجابة طلعتوها؟ سؤال سبعة وعشرين الإجابة يذهب ياسر إلى ماذا؟ يشتري ياسر الفاكه عصر كل يوم خميس تكون الإجابة فقرة دان الإجابة فقرة دان يلا سؤال ثمانية وعشرين اختر الوظيفة التي قد لا تكون الاختيار هنا انتبهوا قد لا هنا انتبهوا لا تكون لا تكون الاختيار المناسب للشخص الذي أعد هذه الجملة ماذا يقول هذا الشخص؟ تسحرني الرحلات إلى المناطق البعيدة إذن ما هي الوظيفة التي لا تكون غير مناسبة؟ هل مناسب له أن يكون وكيل سفريات؟ نعم هل يكون مناسب له أن يكون وكيل الخدمات الأجنبية؟ نعم معقول هل ممكن أن يكون أيضا المصرفي الدولي؟ ممكن ولكن هل هو مناسب له أن يكون عنده عامل إنقاذ؟ لا إذن الإجابة تكون فقرة به سؤال تسعة وعشرين جميع القطط ليست بيضاء وجميع الثعالب بيضاء اختر الاستدلال الصحيح هنا قال لنا ليست القطط كلها بيضاء جميع القطط أقول ليست بيضاء وجميع الثعالب بيضاء إذن تأكد لي بأن الثعالب كلهم بيضاء يعني نقول جميع الثعالب ليست من؟ ليست قطط إذن تكون الإجابة فقرة ألف جميل سؤال ثلاثين ما الكلمة الشادة فيما يلي؟ الكلمة الشادة فيما يلي عطاني مكوك الفضاء قمر صناعي نجم البحر والقمر الإجابة تكون نجم البحر ليس له علاقة ببقية التلمان إذن تكون الإجابة فقرة جيد يلا سؤال واحد وثلاثين سؤال لطيف سؤال واحد وثلاثين قال لنا اثنين أسين زائد اثنين يساوي اثنى عشر فإن ثمانية أسين ماذا يساوي؟ حلتها حلتها هذه المسألة حلتها حلتها لطيفة وجميلة أيضاً الآن في هذه المسألة التالية نعم صحيح هنا أروح أفرق هنا عملية في الأوس هنا في عملية جمع حول العملية ضر كيف يا أستاذ؟ يعني أروح هذه كانت الأصل اثنين أسين كانت الأصل اثنين أسين واثنين أسي اثنين كل هذا يساوي كم؟ اثنى عشر صح؟ كانت كده لأنه قبل لا يجمع الأسس كانت متفرقة الآن اثنين أسي اثنين عبارة عن أربعة أروح أقسم على أربعة وهنا على أربعة بتروح هذه بتروح الأربعة إذن صارت اثنين أسين قيمتها كم؟ قيمتها ثلاثة عرفت هذه القيمة ثنين أسين ثلاثة حلو؟ يلا الآن عوضها هنا الثمانة أسين عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثنين أس ثلاثة سين تمام؟ وأنا أعرف شوفوا الحركة شوفوا الحركة حركة نذكروا على لشان كلام أنا أقول ده الكلام ستذكروا شوفوا الحركة حركة 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 شوفوا الحركة شوفوا الحركة الثنين أسين الثنين أسين كم تساوي وجدناها؟ وجدناها ثلاثة إذن أشيل الثنين أسين وحط مكانها ثلاثة وهنا موجود أيضا عندي ثلاثة إذن فوقها ثلاثة ثلاثة والثلاثة كم الجواب يصير؟ الجواب سبعة وعشرين إذن الإجابة تكون فقرة مين فقرة به واضح يلا سؤال 32 اليوم صار بس فقط عندنا حل الاختبار التجريبي حل الاختبار التجريبي 32 قال أحمد عمري يزيد 23 على عمر ابني إبراهيم وعمري مثل عمر حفيدي زياد 20 مرة فإذا كان مجموعة عمارنا 100 عام فكم عمر زياد فكم عمر زياد انتبهوا الآن هنا قال لنا مجموعة الأعمار كلها كم 100 عام عمري يزيد له عمر مين عمر أحمد يزيد 23 على عمر ابني إبراهيم أروح أجرب قال إنه هو يكمي عمر زياد قال وعمري يزيد وعمري مثل عمر حفيدي زياد 20 مرة هذا زياد لنفترض زياد الآن أنا باختصر ليكم بس الموضوع علشان هي بالتجريب أسهل ليكم لنفترض إنه زياد ثلاث سنوات يلا الآن هي بالتجريب يكون أسهل لكم يلا خلينا أجرب إنه زياد ثلاث سنوات هل تطلع صحيحة أولا عمري يزمثل عمر حفيدي زياد 20 مرة أروح أضرب 20 ضرب 3 إذن عمر أحمد كم صار 60 سنة لأنه 3 ضرب 20 60 وأيضا عمري يزيد 23 عاما على عمر ابني إبراهيم يعني أنقص 23 سنة من الستين كم يطلع شيل العشرين صارت أربعين وشيل ثلاثة صارت سبعة وثلاثة إذن عمر إبراهيم سبعة وثلاثة إذن وعمر زياد عمر زياد ثلاث سنوات لو جمعناهم يطلعوا مئة سنة إذن الإجابة صحيحة لأنه لو جمعنا المجموعة يطلع علينا مئة سنة لو جربت على الاثنين اثنين ضرب 20 صارت أربعين لو نقصنا 23 وجمعنا الاثنين ما يطلع علينا مئة لو جربنا الأربعة ما بيطلع أيضا المئة إذن الإجابة تكون فقرى بين يلا سؤال 33 قال لنا إذا خصمنا من عدد ما نسبة 20 بالمئة فأصبح مئتين واربعين فإن العدد هو ما هو العدد لتفتوا الآن عطاني قال لنا عدنا عدد ما خصمنا منه كم 20 بالمئة فأصبح كم مئتين واربعين كيف أنا أوجد العدد عدنا طبعا قانون علشان أوجد العدد الأصلي أو أروح أجرب من الإجابات أنتم طريقتين يا أنا أجرب من خلال الإجابات أو أني أنا على طول أروح أجيب القانون كيف بالقانون أن العدد الأصلي إذا أنا أبغى أوجد العدد الأصلي ماذا يساوي العدد الأصلي أبغى أجيب العدد الأصلي عبارة عن اللي أعطانه إياه مئتين واربعين وأضربه في مئة وأقسم على نسبة سواء نسبة الربح أو نسبة الخسارة هنا أعطاني نسبة 20 بالمئة قال أنا خصمنا يعني نسبة خسارة أنا قص مئة ناقص عشرين مئة ناقص عشرين وأطلع الجواب إذن مئتين واربعين ضرب مئة على ثمانية يلا نبسط الحين يلا نبسط نشيل الصفر مع الصفر أقسم على ثمانية وهنا فيها ثلاثة إذن ثلاثة ضرب مئة الجواب كم صار عندي ثلاثمائة إذن أنا وجدتها بالقانون الإجابة تكون فقرة بثلاثمائة إذا كانت في نسبة ربح إذا قال لنا هنا ربح إذا قال لنا ربح نجمع النسبة مع المئة يعني نقول عشرين زايد مئة نقسمها على مئة وعشرين واضح؟ هنا إما ناقص أو تكون زايد متى الزايد إذا كان في نسبة ربح متى ناقص إذا كانت خصم وأقدر بطريقة ثانية أروح أجرب أجرب ثلاثمائة هذه مثلاً جربنا ثلاثمائة أروح أجيب عشرين بالمئة منه يلا إذا جبنا العشرين بالمئة يلا أشيل الأصفار الصفرين مع بعض ثلاثة ضرب عشرين كم الجواب صار ستين إذن الخصم ستين ريال أناقص مائتين ناقص ثلاثمائة أقول عفواً ثلاثمائة ناقص ستين الجواب مائتين وأربعين إذن طلعت نفس الشيء مائتين وأربعين إذن عندي طريقة إما أنا أروح أجرب الإجابة أو مباشرة أقدر أطبق القانون جميل يلا السؤال إلا بعده الفرق بين مربعي عددين طبيعيين فرديين يساوي ماذا سؤال 34 الفرق بين مربعين عددين يعني عندي هنا سين تربيع مربع ناقص صاد تربيع عددين طبيعيين فرديين متتاليا يساوي يساوي ماذا هنا يساوي الإجابة فقرة قال ضعف مجموحهما خلينا نجرب خلينا نجرب قال الفرق بين مربعين طبيعيا فرديين يعني مثلا ثلاثة تربية ناقص واحد تربية أعداد فردية ومربعة ثلاثة تربية عبارة عن ماذا ثلاثة تربية عبارة عن تسعة ناقص واحد تربية عبارة عن واحد تسعة ناقص واحد كمي الجواب ثمانية إذن الناتج هنا ثمانية الآن قال لنا هل يساوي نصف المجموع يعني هل إذا جمعنا ثلاثة زائد واحد يقول لنا نصف المجموع ثلاثة زائد واحد يساوي أربعة يقول نصف المجموع لا ما يطلع نصف المجموع هل يطلع مجموع العددين الآن هو ثمانية طلع إذن لا ما يطلع مجموع العددين هل يطلع الفرق بينهما لو نقصنا لا ما يطلع هل يطلع ضعف المجموع المجموع عندي أربعة لو ضربنا باثنين ضعف المجموع يطلع الجواب ثمانية طلعت لي نفسي الإجابة إذن تكون الإجابة فقرة مين فقرة دان حلو يلا سؤال 35 يلا باقي عليكم 5 أسئلة غلبناكم اليوم أولادنا وبناتنا يلا أمامك سداسي منتظم أوجد مساحة الجزء المضلل إلى مساحة كاملة الشكل حلينا هذا من قبل ما حلينا يلا زين ناخد هذا السؤال قال لنا هنا يبغى مساحة الجزء المضلل يعني مساحة المثلل هذا المضلل يعني مساحة المثلل إلى مساحة كامل الشكل أولا علشان أجيب مساحة المثلل لابد أجيب القاعدة في الارتفاع هنا مثلث قايم الزاوية يعني مثلث مشهور هنا أربعة هنا كم يا أولاد ثلاثة صح؟ إذن مساحة المثلث نصف القاعدة في الارتفاع نصف الأربعة اثنين ضرب ثلاثة إذن مساحة المثلث ستة إذن هنا ستة وهنا أيضا ستة وهنا ستة إذن هذه مساحة المثلث أروح أجيب مساحة الآن المستطيل المستطيل عرضه خمسة وطوله ثمانية أروح أضرب خمسة ضرب ثمانية الجواب كم يصير؟ أربعين إذن نبغى مساحة الجزء المظلل وهو ستة على مساحة الجزء كامل عندي ستة وستة 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 الجواب عندي أربعة وعشرين أجمحهم أربعين مع أربعة وعشرين إذن الإجابة تكون 64 إذن 6 على 24 6 على 64 اللاحظة غير موجودة 6 على 64 يعني فيه تبسيط أبسط على 2 وهنا أيضا أبسط على 2 تكون الإجابة هنا 3 على كم على 2 و 3 إذن تكون الإجابة سؤال 35 الإجابة فقرة جميل أسئلة لطيفة وجميلة علشان تنتبه إلى موهبة أسئلة موهبة تحتاج إلى تدريبات practice 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 تدرب 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 يلا السؤال رقم 36 ينهي 18 عاملا في 5 أيام عدنا 18 عامل ينهي في كم في 5 أيام إذن نكتب هنا 5 أيام فكم عاملا نحتاج ينجز في يومين يعني هنا 2 يوم هذه طبعا العلاقة تسمى هل هي علاقة طردية أو علاقة عكسية يعني معناه ما معنى العكسية والطردية يعني بالنسبة إلى العكسية كلما زاد العمال قلت الأيام وكلما قلت الأيام زادت العمال هذه عكسية أما الطردية كلما زاد الشيء زاد الشيء الثاني العكسية ما دا أعمل فيها يا أولاد يا بنات بالنسبة للعكسية ما روح أضرب مقاس أضرب بشكل أفقي أضرب 18 ضرب 5 وقسم على اللي قابل السين 18 أروح أضرب 18 ضرب 5 وأقسم على كم اللي قابل السين 2 أبسط الآن أقسم على 2 1 أقسم على 2 9 9 ضرب 5 الجواب يصير 45 واربعين إذن الإجابة تكون فقرة مين الإجابة تكون فقرة دال سؤال 36 يلا باقي أربعة أسئلة غلبناكم أولادنا بناتنا اليوم ما عليه تحملوا باقي أربعة أسئلة أطاني قطعة كل إنسان في هذه الحياة الدنيا ينشد السعادة ويبحث عنها إذن هنا السؤال ما هو السؤال قال لنا يفهم بأن السعادة هي ما هي الإجابة سؤال 37 ما هي الإجابة سؤال 37 سؤال 37 أن تأنس بماذا بعبودية الله الإجابة فقرة دان جميل السؤال الثامن والثلاثين الجزء الوحيد في الجسم الذي لا يصله الدم هو ماذا؟ سؤال 38 الجسم الوحيد الإجابة هو ماذا؟ قرانية العين صحيح إن ما يوصل له دم وهي قرانية العين يلا سؤال 39 إذا كان ثمن شراء 12 قلم بخمسة وثلاثين ريال وبيعت كل ثلاثة أقلام بعشرة ريالات فإن الربح الكلي من بيع 66 قلم كم؟ سؤال 39 هنا قال لنا 12 قلم هو ثمن شراء 12 قلم بكم؟ بخمسة وثلاثين ريال حلو؟ وباع كل ثلاثة أقلام بعشرة ريالات أنا عندي كم قلم؟ 12 قلم فإذا بيع كم؟ قال 66 قلم 66 قلم إذن علشان أوجده إما أنا سأولي معادلة أو أنا أحسب كل مرة ثلاثة أقلام باحة بكم؟ بعشرة ريال وثلاثة أقلام باحة بكم؟ بعشرة ريال كم مرة يبيع ثلاثة أقلام؟ يعني أقسم هنا على ثلاثة 66 قسمة ثلاثة الجواب 22 إذن 22 مرة باع من على عشرة ريال يعني مجموع ما ربحه 220 ريال حلو؟ هذا اللي ربحه كامل مع الشراء الآن نبغى نشيل الآن قيمة الشراء إذا كان ثمن شراء 12 قلم بخمسة وثلاثين ريال هنا يعني أبغى الآن أو 12 قلم بخمسة وثلاثين الآن مجموحهم 66 قلم نخليه تقريباً 60 نقول لستين علشان بعدين نقول النص ستين قلم نقسمها على 12 يعني يصير عندنا خمس مرات خمسة ضرب خمسة وثلاثين يلا أضربوا خمسة ضرب خمسة وثلاثين نكمل جواب يصير نقول خمسة ضرب خمسة وثلاثين الإجابة 175 قلم إذا أقول 175 ريال وعدنا ستة أقلام يعني نصف الخمسة وثلاثين يعني 17 ونصف 17 ونصف نجمحهم الآن زائد 17 ونصف يعني كلفه كل المبلغ كلفه 192 ريال ونصف أنا قسم الآن 220 ناقص 129 ريال يطلع لنا الإجابة فقرب 27 ريال ونصف إذن الربح إلا ربحها 27 ريال ونصف إذن تكون الإجابة في هذه المسألة فقرة مين فقرة بي يلا السؤال الآخير السؤال الآخير إذا دار الترس في الاتجاه المبين في المبين في الشكل ماذا يحدث للغطاء هل يتم أغلاقة ينخفض يرتفع يدور ما هي الإجابة يرتفع يرتفع الإجابة تكون فقرة بي يعطيكم العافية والصحة والسلامة بارك الله فيكم نتمنى لكم الخير والسلامة تقبلوا تحيات الأستاذ زكية الشعلة ومشرفة البرنامج الأستاذ الله للسلطان في أمان الله ترجمة نانسي قنقر